السلام عليكم. اللي ده عايز ابدأ اتكلم شوية عن مسائل الباترن دروينج. هي مسائل بكون او اسئلة يعني بكون عايز اه ارسم فيها باترن معين على الشاشة بنجوم بدولارات بهاشتاجات باي حاجة. وغالبا طبعا المسائل دي بتنفولف اه او نستد فور لوبس جوه بعض. طيب انا هحول حل المسائل كتير على المضادة في البيديو ده وكان فيديو الجايين بحيس ان يثبت اه في دماغنا يعني ازاي نعرف نفكر اصلا بحاجة زي كده. طيب كفكرة عامة يعني دايما بيكون الم مسائل دي معتمدة على اننا هيكون عندي غالبا اتنين فور لوبس جوه بعض. ساعد يكون اكتر. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إذا أرسم رسمه يكون هذا I هو الكاونتر الذي يشاور على الروز ويكون عندي جوه هنا for int j equal 0 ويكون هذا J هو الكاونتر الذي يشاور على الكولمز أخذ مثال بسيط لو أريد أن أرسم better على الشاشة أريد أن أرسم خط مستقيم ميلو سالب واحد على الشاشة كيف أقدر أفكر فيها؟ طيب هي صعوبة المسائل المنوعة ده بتكون في أن أنا أحاول أجيب علاقة ما ما بين I وال J وما بين الحاجات اللي أنا برسمها بشكل ما يعني أحاول أجيب equation توصف الشكل اللي أنا برسمه غالباً لو شكل اللي أنا برسمه linear بتكون equation بسيطة زي ما هنشوف دلوقتي طيب أنا بشوف أن أبسط طريقة نشتغل بها بحاجة زي كده أن أحاول أرسم عندي كده إيه؟ grid زي دي عندي على الورقة مثلاً حيث ندي كل مكان هنا هيتبريزنت مكان على الشاشة أقدر أرسم فيه character واحد يعني مثلاً لو أعيز أرسم الرسمة اللي فوق دي فأنا الحقيقة عايز أعمل حاجة كده عايز أجي هنا مثلاً وأرسم نجمة 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 صح؟ ده أنا عايز أعمل عايز أخطم إيه له؟ سالب واحد عامل كده طيب فأنا الأول أرسم حاجة كده قدامي على الورقة وأنا عارف أن هنا ده كده هو ال i يعني كده ال i بيساوي زيد هنا ال i بيساوي واحد وهكذا اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر مثلاً أي حاجة وهنا ال j بيساوي زيرو هنا ال j بيساوي واحد وهكذا اتنين تلاتة أربعة حد 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 عشر بردو أنا عميها مربعة بس مش لازم يعني سبعة تمانية تسعة عشرة حد عشر وبالتالي أنا عارف أن أنا هعمل اتنين فرلوبس هوا بعض ال i هيتحرك من صفر لحد حد حد عشر وال j هيتحرك من صفر لحد حد حد عشر بردو طيب بعدين عايز أشوف هنا أنا إمتى برسم نجمة هلاقي أنها برسم نجمة في مربعات معينة المربعات دي وقعت دياجونال والحقيقة بتحقق شرط لو عدت أركز شوية هلاقيه إن دايماً لو ال i بتساوي ال j برسم نجمة صح؟ ال j بيثنين وال i بيثنين رسمت نجمة ال j بيثلاثة وال i بيثلاثة رسمت نجمة 11 و 11 رسمت نجمة يبقى أنا عارفت من خلال أنها رسمت الرسمة عندي على ال grade كده على الورقة ال relation اللي بيحدى على عساسها أنا هرسم نجمة ولا لا هي إن ال i تساوي ال j طيب فأنا عايز لو ال i بتساوي ال j أرسم نجمة طيب لو ال i مش بتساوي ال j هحط spaces صح؟ أنا كده فراغ 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 مينفعش سبها فاضي مينفعش مرسمش حاجة أنا لو مرسمتش حاجة مش هيملة ده بحاجة وبالتالي مش هيطلع الشكل اللي أنا عايزه بالظلط وحنشوف الكلام ده طيب تعال نحاول الكلام ده كده ونشوف هنعمله ازاي أنا عندي اثنين فرلوبس جواب بعض وكلهم يتحركوا من صفر ال 11 تعال نخلل 11 دفرية وتعال نقول كده int num rows equals 11 طيب أنا هعمل اثنين فرلوبس جواب بعض for int i equals zero i أصغر من num rows و i plus plus وتعال برضه نقول هنا int num columns equals 11 فهام الفرلوب تانية int j equals zero j أصغر من num columns صح و j plus plus طيب أنا كل ما برسم رو صح كل ما برسم رو بدوس انتر صح كل نهاية رو بدوس انتر وحنا كنا قلنا قبل كده ان ال inner for loop جي بتربزينت رو صح ان الجي بيتحرك من 0 لحد 11 بحد هنا وهنا عايزة دوس انتر يبقى أنا بعد ما ال inner for loop تخلص بحاجة عمل طيب هنا هنا أنا برسم الرو الواحد الرو الواحد هلاقي ان انا اما برسم نجمة هي اما بحط spaces طيب بحط نجمة لو ال i بيسوي الجي وبحط spaces لو ال i مش بيسوي الجي فنا ممكن اعمل هنا condition بسيط او يقول ال if ال i equal equal j c out star else c out space بس كده تعالي رانده بس رانده سيسمني الشكل ما اريده خط المستقيم ميلو سالب واحد فانا كنت عايزة اعمل كده وعرف تعمله بشوية تفكير بسيط طيب لو كنت اشيلت condition لو كنت اشيلت ال else هل سسمني نجمة لو ال i بيسوي الجي بس مش سسمني spaces خالص خد بالك هو بالنسبة له مش فاهم الجريد دي ال الجريد دي انا رسمها قدامي عشان انا فهمها عشان انا فهمها ومن غير ال space دي دي مش تبقى جريد صح فهو هيلاقي عنده ايه هيلاقي انه condition عنده عادي خالص لو ال i بيسوي الجي بيسي out star وكل ما يخلص رو بحط new line فحقيقة فاول رو خالص لما ال i بيسوي zero لو ال i بيسوي ج لو ال j بيسوي zero لما ال i بيسوي واحد و ال j بيسوي zero لما يلاقي ال i بيسوي واحد و ال j بيسوي بس هو عشان هو ما يعملش برينتج لأي spaces هيبرينت ال star عندي تحت ال star الاولانية فمش هيرسم لي line اساسا ميلو سالب واحد او حاجة هرسم لي كل حاجة هنا لان انا مش خاطط اي spaces وبالتالي هو يرسلني حاجة تحت بعض هو كده مغلدش هو مش فاهم الجريد لان هو ما يفهمش حاجة الواحد ولازم انا احطله لان عايزه بالزبط تمام طبعا لو جيت هنا هنجع تاني زي ما كانت اقدر الموضوع ال general اقدر اغير ده خليه بدل 11 خلي 22 عادي خالص و برضو هيرسم خط زي ما انا عايز تمام طيب في الفيديو الجاي هحاول نرسم خط بالعكس خط اكمل ال x بس ما غير ما احاسم خط العكس الاول وبعدين الفيديو لبعده حاول اكمل ال x كلها تمام